بين رغبة اليمنيين بالسلام وإصرار الحوثيين على الحرب مسافة لا يختصرها غير الحسم فالحوثيون بوصفهم امتدادا إيرانيا في التفكير والممارسة تأسسوا على عقدة الثأر من الجميع واستحالة البقاء إلا على أنقاذ المجتمع ولأنهم يرون حياتهم في موت الآخرين جعلوا من مسيرتهم مسيرة دمار واتخذوا الشعار موتا ولعنة البناء الحوثي المؤسس على شفا جرف الخميني وبقدر ما يتشكل من خليط من الكراهية والثأر والبارود والمراوغة يبقى أخطر لغم يهدد المنطقة ومع كل يوم تمر على اليمنيين في جحيم سيطرة الحوثيين تضيف إيران لقائمة ألغامها المتحركة مزيدا من أطفال يمنيين التوقف أمام خليط الحوثية المتشكل من عقد التاريخ المفتعلة وأحقد الخميني المستوردة يقود للتوقف أمام الظاهرة ذاتها باعتبارها التأكيد الفعلي على أن الحوثية تحمل بذور فنائها في عمقها فكم الكراهية داخل ميليشيا تأسست على فكرة الصراع الدائم وأصيبت بالتخمة جراء النهب المستمر يجعل من تشضيها فيما بينها أمرا مؤكدا مع أول منعطف مواجهة فعلية يرص فيها اليمنيون صفوفهم ويتجاوزون خلافاتهم التي تتغذى عليها الميليشيا لتبقى وتلك حقيقة يدركها داعم الميليشيا فيعملون على استمرار مناخ الشتات الذي لا تتنفس الميليشيا إلا فيه ولا تتكاثر إلا في وسطه فهل تنجو اليمن والمنطقة من الفخ الإيراني فيكون الاجتماع المرتقب في الرياض تجشينا لبيئة تلاحم تختنق فيها ميليشيا إيران ترجمة نانسي قنقر